أكد سعيد شارويد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية في تصريحات للتلفزيون المصري أكد أنه تمت مناقشة عملية دمج الأحزاب وتحالفها مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوانين تنظم دمج الأحزاب السياسية دمج الأحزاب وتحالفها وأعتقد أنا موجة نظري أنا كسعيد شارويد دمج الأحزاب وتحالفها لو نظم طبقا لقوانين معينة طالما أن الهدف واحد وهو الهدف هو الوطن الهدف من صلحة الوطن يكون هناك بعض القوانين اللي تنظم العلاقة بين الأحزاب دي